السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي فلا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سألني كثير من المتابعين ما هي أفضل القنوات التي تنفع الأطفال بحيث ينشغلوا بها ويخرجوا بفاعدة ونتيجة جيدة طبعا ذكروا ذلك بعد أن رددت على قناة شفا وحذرت من هذا القناة فإنها مفسدة للعقول وللأطفال أصعب ما يعانيه الأب والأم هو تربية وتنشئة الطفل من ناحية الدين من ناحية السلوك من ناحية التصرفات من ناحية التعامل ردود الأفعال وعليه يجب أن يكون الأب أو الأم حريص جدا على هذا الطفل يتابعه ويلازمه نصيحة عامة أفضل قناة تتابع به طفلك هو قناتك أنت يعني إذا تريد أن تحافظ على طفلك احرص عليه ركز معاه انتبه له أما بالنسبة للقنوات حقيقة لم أقف على قناة يكون صالح للطفل مئة بالمئة يعني أقل ما فيه يعطيك خليط ما بين رسوم متحركة وموسيقى وطراب وواواوا لأنه هذه مسألة تربية وأنا لاحظت أن هذه القنوات على اليوتيوب شغلهم وهمهم هو كسب المال وليس تقديم ما هو مفيد ونافع للأطفال إلا ما رحم ربي وهذا قليل قليل جدا وعليه هناك قنوات خاصة بالحيوانات ممكن أن يتابعه الطفل هناك قنوات خاصة بالتعليم ممكن أن يتابعه الطفل هناك قنوات خاصة بالترفيه ممكن أن يتابعه الطفل لكن مع ذلك أريد أن أوصل رسالة لك أنك لا ينبغي أن تترك طفلك يكون مدمن لهذه القنوات لأن هذه القنوات حتى القنوات النافعة لا ينبغي أن ينكث الطفل ساعات طوال أمامه ويتابعه حتى لو كان نافع ذبذبات اللي يخرج من النيت ضرر لذهنة ويحصر تفكيره وعقله في جانب معين وعليه أنت أعمل مكتبة حتى لو اصطريت أن تعمل مكتبة في الجوال أو في الآيباد تختار له أنت وتنوع له وتتابعه أهم شيء هو المتابعة أهم شيء هي المتابعة المتابعة هو السر بعد الطفل عن الأمور السيئة والأمور التي تضر عقله وصحته يعني بعض الناس يقولوا أعطيني قنوات جيدة ينتفع بها طيب أعطيتك القناة هل هذا القناة معنات الطفل 24 ساعة يتابعه يضرها مسألة المتابعة الطفل وترك الطفل الجوال بإيدة والآيباد بإيدة أو أمام الكمبيوتر هذا بحد ذات خطأ التربية الصحيحة يتطلب منك أنك أولا تحدث ساعات معينة ثانيا تختار أنت الأمور التي أنت تراه مناسب لطفلك ثم الأطفال يختلف أذواقهم يعني أنا أوجهك على قناة لكن الطفل عندما يتابع هذا القناة لا يرغب فيه هل تريد أن تلزمه تقول لا هذا قناة جيد يجب أن تتابعه وهذا أيضا غير ممكن هذه ليست تربية صحيحة وعليه أنت تجلس وتحرص على طفلك لإيش يرتاح تقلب تنظر تدقق لأن كثير من القنوات خلطوا السم بالعسل وما ممكن نحن نجلس نتابع القناة من أولة للآخرة حتى نعرف هذا قناة جيد وبالأخير طبعا لا نستطيع وعليه لا نستطيع أن نجزم بأي قناة أنها نافعة مئة بالمئة أو ضارة مئة بالمئة والوسطية هي المقبولة والوسطية ما تأتي إلا بمتابعتك أنت لطفلك هذه هي الرسالة أريد أن أوصلها للآباء والأمهات وثقنا الله وإياكم لتربية أبنائنا تربية صحيحة سليمة نافعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته